اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال وأوضحت مصادر أن المستوطنين الإسرائيليين دخلوا ضمن مجموعة من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية فيما حولت شرطة الاحتلال القدس المحتلة إلى ثكنات عسكرية إذ تم نشر ثلاثة ألاف عنصر في البلدة القديمة ومحيطها بذريعة تأمين مسيرة المستوطنين خاصة عند بوابات الأقصى وذلك بالتزامن مع اشتراك ألاف من المستوطنين من بينهم وزير الأمن القومي المتطرف فيما يعرف بمسيرة الأعلان والاستفزازية التي تنطلق من القدس الغربية وتمر بباب العمود وتنتهي بحائط البراق اشتركوا في القناة